موسيقى مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي العلم درسنا اليوم في مادة الفيزياء في الوحدة الثانية الدرس الأول وهو درس التحريض الكهرطيسي في جزه الثاني الجزء الأول تعلمنا قانون فرداي في التحريض اليوم سوف نتعرف على تطبيقات للتحريض الكهرطيسي للتحريض الكهرطيسي تطبيقات كثيرة منها تيار المتناوب الذي يصل إلى المنازل وتطبيقات أخرى عديدة كيف يمكن توليد التيار المتناوب من حادثة التحريض الكهرطيسي هناك محرك بسيط أو مولد بسيط هو مولد تيار متناوب أحادي الطور وهو التطبيق الأول إذن تطبيق على التحريض الكهرطيسي لدينا مولد التيار المتناوب وحادي الطور وهو الصورة الأبسط للمولدات التيار المتناوب حيث تصل الكهرباء إلى المنازل عن طريق نفس المبدأ مماذا يتكون هذا المولد؟ في هذا الشكل التخطيطي نحاول توضيح مكونات المولد لدينا مغناطيس دائم هذا المغناطيس الدائم له قطبين شمالي وجنوبي N أو S بينهما عزيز الطالب هناك ملف ملف من مادة ناقلة نحاسية مثلا هذا الملف مستطيل الشكل حسب رسمتنا هنا مستطيل الشكل يحوي عدد معين من اللفات يتصل هذا الملف إلى الخارج مرتبط مع حلقتين نحاسيتين هنا شكل تخطيطي للحلقتين نحاسيتين تعمل الحلقتين دور المسفرة وماذا نقصد بالمسفرة؟ هي اتصال الدار الخارجية مثلاً مصباح أو أي جهاز حمل اتصال الدار الخارجية مع القوة المحركة الكهربائية التي سوف تنشأ داخل الملف عن طريق المسفرات والمسفرات عبارة عن حلقات تبقى متصلة مع الملف الداخلي لكن باحتكاك أقل وهناك حسب أفكار المهندسين والمصممين للمولدات هناك عدة أفكار منها القطع الكربونية المتصلة بنوابض أو الريشة المعدنية كلها دورها تعمل عمل المسفرة إذن المسفرة المسفرة هي فقط أخذ التيار الكهربائي الذي سوف يتحرط داخل المولد سوف ندور هذا الملف بحركة دائرية باستخدام طاقة حركية ما سواء عضلات باليد أو ربطها بمحرك يعمل على البنزين أو على المازوت أو على الغاز أو على مفاعل نووي طاقة ضغط البخار عنفات المائية كلها نأخذ فقط منها الطاقة الحركية التي تعمل هذه الطاقة الحركية على تدوير الملف عندما يدور الملف سوف يتولد داخل الإطار الذي يدور ضمن حقل المغناطيسي تيار متحرر الاستنتاج الرياضي أو ماذا سوف يحدث داخل مولدنا عزائي الطلاب أن التدفق المغناطيسي الذي يتولد داخل الإطار إذن التدفق المغناطيسي نرمز له بالرمز فاي قانون التدفق المغناطيسي يساوي بي في اس في كوساين ألفا ولكن كون الإطار يحوي عدد من اللفات نضرب بي ن إذن القانون هو ن في بي في اس في كوساين ألفا حتى يتولى التيار متحرط يجب أن يتغير هذا التدفق المغناطيسي حسب قانون فارداي إذن تغير التدفق المغناطيسي يلزم على يجب تغيير إما بي أو اس أو إن إنما الذي يتغير هو الزاوية بين الحقل المغناطيسي الحقل المغناطيسي يكون منتظم بين خطوط بين قطبين المغناطيس إذن حقل المغناطيسي ثابت إذن من الذي يتغير تغير زاوية الإطار الزاوية بين نظم الإطار والحقل المغناطيسي إذن الزاوية ألفة هي اللي تغير عندما يدور الإطار بسرعة زاوية أوميغا فأن السرعة الزاوية تساوي قيمة الزاوية على الزمن إذن يكون ألفة تساوي أوميغا جداء السرعة الزاوية في الزمن إذن يكون التدفق phi يساوي N في B في S في كوسين الألفة عزيزة الطلاب هي أوميغا T أو بهذا نكون قد استنتجنا قيمة الدفق المغناطيسي القوة المحركة الكهربائية المتحرضة القوة المحركة الكهربائية قانونها حسب قانون فرداي إبسلون يساوي ناقص D في على DT D في هو مشتق هذا المقدار إذن نشتق D في على DT اشتقاق هذا المقدار بالنسبة للزمن D على DT معناتها مشتق يساوي D في على DT N و B و S هي ثوابت بالنسبة للزمن إذن نشتق بالنسبة لكوسين إذن ناقص N في B في S ثوابت لماذا وضعنا الناقص لأن مشتق الكوسين هو ناقص سين ناقص أوميغا في سين الأوميغا T مشتق ما داخل الكوسين هي أوميغا نضرب به وسالب في سين أوميغا T هذا المشتق عزيزي الطلاب إذن القوة المحركة الكهربائية هي ناقص D في على DT وبالتالي نعوض هنا يكون لدينا إبسلون يساوي ناقص في ناقص زائد N في B في S في أوميغا في سين الأوميغا T يكون إبسلون يأخذ قيمة عظمة عندما سين الأوميغا T يساوي واحد بالقيمة المطلقة سين أوميغا T يساوي بالقيمة المطلقة يساوي واحد وبالتالي عندما يكون سين أوميغا T يساوي واحد يكون إبسلون يأخذ قيمة عظمة إذن إبسلون ماكس القيمة العظمة لإبسلون هي N في B في S في أوميغا يساوي N في B في S في أوميغا وبالتالي تصبح علاقة القوة المحركة الكهربائية إبسلون القوة المحركة الكهربائية تساوي إبسلون ماكس في سين الأوميغا تي يبين هذا الشكل أن القوة المحركة الكهربائية التي تنشأ عن هذا المولد هي قوة متناوبة تتغير مع الزمن ونرسم العلاقة بين الزمن وإذن علاقة بين الزمن والقوة المحركة الكهربائية نلاحظ أن القوة المحركة الكهربائية تكون متناوبة أي تزداد وتنقص وثم تأخذ قيمة سالبة إذن القوة المحركة الكهربائية تأخذ قيمة عظمة وممكن زاد إبسلون ماكس وممكن يكون ناقص إبسلون ماكس أو قيم معدومة أحيانا وبالتالي تكون القوة المحركة الكهربائية الناتجة عن هذا المولد هي متنعوبة تطبيق آخر أعزائي الطلاب على التحريض الكهرطيسي مبدأ المحرك الكهربائي نقوم بتجربة تظهر كيف تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية لدينا تجربة موضحة بشكل التخطيط التالي بطارية أعزائي الطلاب ومحرك صغير محرك كهربائي وبطارية ومحرك كهربائي مقياس أمبير رقمي صفر يشير إلى الصفر وقاطع مفتوحة يشير مقياس الأمبير إلى الصفر ومصباح كهربائي ماذا يحدث عندما نغلق القاطع أعزائي الطلاب يمر تيار كهربائي يؤدي إلى تحريك يدور المحرك ويشتغل المصباح ويشير المقياس الأمبير إلى مرور تيار معين متى عند إغلاق القاطع إذن عند إغلاق القاطع سوف يشير إلى مرور تيار معين مثلا 2-3-4 أمبير إلى آخرين ماذا يحدث عندما نمسك المصباح المحرك باليد أي نمنع المحرك من الدوران عندها سوف يشير تيار كهربائي إلى مرور تيار أكبر ويضيء المصباح في توهج نرفع يدنا عن المحرك ونتركه يدور سوف تضعف إضاءة المصباح إذن عندما يدور المحرك سوف تنشأ قوة محركة كهربائية أو تعاكس الدوران تؤدي إلى أن المصباح يضعف إضاءته يمكن دراسة مبدأ المحرك أو تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية عن طريق تجربة السكتين تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية لدينا تجربة السكتين عزاء الطلاب التي درستوها في الصفوف السابقة تجربة السكتين تتكون من مغناطيس مثلا أو أي جهاز يعطينا حق المغناطيسي منطبا هذا المغناطيس في شكلنا هنا مغناطيس نظوي وسكتين عزاء الطلاب مكونة كل منهما من ساق نحاسية تنقل التيار الكهربائي تستند عليهما ساق ثالثة على السكتين الأفقيتين بهذا الشكل ويكون الحق المغناطيسي عمودي على الساق الثالثة عند إيصال طرفي السكتين إلى بطارية أو جهاز يعطينا تيار كهربائي هذا التيار الكهربائي سوف يمر في السكتين ويؤدي إلى وصوله إلى الساق الثالثة التي ستتحرك بدورها سوف تتحرك بتأثير قوة الكهرطيسية أو ما تسمى بقوة لا بلاس يمكن تمثيلها بهذا الشكل أيضا نفسها عزاء الطلاب حق المغناطيسي يؤثر على ساق هذه الساق يمر فيها تيار كهربائي إذا كان طول الساق L وشدة تيار كهربائي I وشدة الحق المغناطيسي B فتكون قوة لا بلاس إذن القوة الكهرطيسية المؤثرة في الساق القوة الكهرطيسية المؤثرة في الساق أو قوة لا بلاس من صفوفنا السابقة عزاء الطلاب يكون F يساوي شدتها I في L في B نقصد بI هي شدة تيار كهربائي وL هي طول الساق وB شدة الحق المغناطيسي طبعا في ساين الزاوية بينهما وهنا في تجربة السكتين تكون الزاوية قائمة إذن F يساوي I في L في B هي القوة التي أدت إلى تحرك الساق نحسب الآن الاستطاعة الميكانيكية إذن الاستطاعة الميكانيكية نرمز لها بالرمز بفتحة بفتحة تساوي جداء القوة ضرب السرعة وبالتالي يكون بفتحة تساوي I في L الكبيرة في B في V هي الاستطاعة الميكانيكية التي أدت إلى تحرك الساق الاستطاعة الكهربائية حتى تستمر الساق بي الحركة يجب تقديم استطاعة كهربائية من المولد هذه الاستطاعة الكهربائية نحسبها تساوي الاستطاعة الكهربائية تساوي جداء القوة المحركة الكهربائية ضرب شدة التيار إذن الاستطاعة الكهربائية B تساوي القوة المحركة الكهربائية ضرب شدة التيار ماذا تساوي أو كيف نحسب القوة المحركة الكهربائية القوة المحركة الكهربائية عزيزي الطلاب إبسلون تساوي دلتا فاي على دلتا تي طبعا بالقيمة المطلقة نحن نريد بقى قيمتها إذن تغير القوة المحركة الكهربائية دلتا فاي على دلتا تي حسب قانون فردائي بالتحريض الكهراطيسي دلتا فاي عزيزي الطلاب ما الذي يتغير عندما تتحرك الساق مسافة دلتا اكس عندما تتحرك الساق مسافة دلتا اكس فإن دلتا فاي يساوي بي بدلتا اس على دلتا تي إذن لأن فاي يساوي بي بي اس دلتا اس عزيزي الطلاب يجداء طول الساق بي طول ضرب العرض هو مساحة السطح الذي مساحته الساق أثناء حركتها وبالتالي يساوي بي بي ال بدلتا اكس على دلتا تي ودلتا اكس على دلتا تي يساوي في السرعة أثناء حركتها وبالتالي يكون لدينا إبسلون يساوي بي في ال بي في إذن إبسلون هي القوة المحركة الكهربائية الناتجة القوة المحركة الكهربائية الناتجة بي في ال بي في نحسب الآن استطاع الكهربائية إذن استطاع الكهربائية تساوي بي ال بي في آي لأنه إبسلون في آي وبالتالي يكون بي في ال بي في آي بمقارنة هذه العلاقة والنوكن نسميها علاقة اثنين مع العلاقة واحد نلاحظ أنه حتى يستمر المحرك بالحركة يجب تقديم استطاعة كهربائية تساوي الاستطاعة الميكانيكية التطبيق الآخر عزيزي طلاب هو التطبيق تيارات فوق إذن تيارات فوق تيارات فوق عزيزي طلاب لفهمها أو لاستنتاجها يمكن أن نقوم بالتجربة التانية لدينا مغناطيس نضوي هذا المغناطيس النضوي نضع شعبتاه نحو الأعلى بهذا الشكل ونجعل ساق بهذا الشكل تحمل هذه الساق صفيحة نجعلها تهتز مثل الحركة الأرجوحة أو حركة النواس الثقلي تهتز هذه الصفيحة بين شعبتي المغناطيس النضوي نلاحظ أن الصفيحة تتوقف فجأة أثناء حركته ولكن عندما نستخدم صفيحة أخرى هذه الصفيحة تكون مقسمة نتيجة وجود فراغات فيها مثل أسنان المشط هذه الصفيحة عندما تكون مقطعة إلى خطوط مثل أسنان المشط لا تتوقف تستطيع الاستمرار بالحركة بينما إذا كانت صفيحة كاملة تتوقف فجأة داخل أو بين شعبتي المغناطيس ما الذي يجعل الصفيحة تتوقف نشوء تيارات داخل الصفيحة هذه التيارات تدور بدوائر عشوائية مثلا هذه التيارات التي تتحرك عندما يتغير الحقل المغناطيسي الذي يشتاز الصفيحة إذن أي صفيحة أو جسم معدني يتعرض إلى حقل المغناطيسي هذا الحقل المغناطيسي يكون متغير سوف تنشأ تيارات متحرضة داخل جسم المعدن هذه التيارات نقول عنها تيارات فوكو تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الصفيحة أو القطعة المعدنية التي نشأت فيها وأيضا تؤدي إلى نشوء حقول مغناطيسية وحسب قانون لنز هي جهتها عكس الحقل المحرض وبالتالي تساهم في إيقاف الجسم عن الحركة أو إعاقة حركته إذن عندما تتحرك الصفيحة الكاملة بين شعبتين المغناطيس نشأ بداخلها تيارات هذه التيارات فوكو أدت إلى ارتفاع درجة حرارتها النتيجة الأولى والنتيجة الثانية إلى نشوء حقول مغناطيسية لأن كل تيار من هذه التيارات له حقل مغناطيسي تكون جهة وعكس جهة الحقل المحرض وبالتالي يؤدي إلى توقف الصفيحة إذن له عاملين يوقف الصفيحة وأيضا يرفع من درجة حرارتها متى تتشكى تيارات فوكو؟ تتشكى تيارات فوكو عندما يكون الحقل الخارجي ليس ثابت إنما حقل متغير وبالتالي عندما نمر حقل متغير على الصفيحة ما فإنه ترتفع درجة حرارتها استفدنا من هذه القاعدة في الطباخ الإلكتروني في الطباخ الإلكتروني نضع عليه وعاء معدني نلاحظ أن هذا الوعاء المعدني ترتفع درجة حرارته لكن عند وضع وعاء زجاجي هذا الوعاء الزجاجي لا ترتفع درجة حرارته لأن العامل الذي يؤدي إلى رفع درجة حرارته يجب أن يكون معدني حتى تمر فيه تيارات فوكو ولكن عندما يكون زجاجي لا يسخن إنما يجب أن تضع بداخله قطعة معدنية أو أسفله فتؤدي إلى رفع درجة حرارته باستفادة من تيارات فوكو للكشف عن المعادن في المطارات مثلا عندما نمرر أو نطبق حقل مغناطيسي متغير فإن الحقل المغناطيسي يؤدي إلى نشوء تيارات فوكو داخل القطعة المعدنية التي يحملها الإنسان مثل أسلحة وغيرها في المطارات وبالتالي تعيد هذه التيارات نتيجة مرورها إلى حقول مغناطيسية نستطيع الكشف عنها إذن في المطارات تساعدنا على اكتشاف المعادن وأيضا جهاز كشف المعادن وفي الطباخ الألكتروني تستخدم أيضا في القطارات كمكابح مغناطيسية تساعد على إيقاف القطارات الكهربائية ولكنها تعمل عمل سلبي أحيانا في تيارات فوكو في الأجهزة الكهربائية مثلا إذا كان لدينا وشيعة هذه الوشيعة تحوي نواة حديدية داخل النواة الحديدية سوف تنشأ تيارات فوكو كيف نتخلص من تيارات فوكو السلبية حتى لا ترتفع درجة حرارة النواة الحديدية أو يسهل في نقصان الطاقة نجعل النواة الحديدية مكونة من صفائح هذه الصفائح مطبقة صفائح معدنية لكنها صفائح معزولة ومطبقة فوق بعضها البعض هذا يساهم في قطع تيارات فوكو ومنعها من النشوء إذن تيارات فوكو أحيانا عامل إيجابي في الطباخ الألكتروني وأحيانا عامل سلبي بهذا عزيزي الطلاب نكون قد تعرفنا على تطبيقات التحريض الكهربائي وهو المولد والمحرك وتيارات فوكو أعطاكم في دروسنا أعطاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر